كشفت جماعة الحوثي تعين سفير جديد لها لدى النظام السوري الموالي لإيران وفقا لوكلة سباب نسختها الحوثية فقد عينت الجماعة عبدالله علي صالح صبري سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية السورية حد زعمها ويأتي تعين الصحفي والقيادي البارز في جهازها الإعلامي عبدالله صبري سفيرا جديدا لدى دمشق خلفا للقيادي في حزب البعث الحليف للجماعة نايف القناص مصادر إعلامية كشفت بأن صبري انتقل من صنعاء قبل عدة أسابع على متن طائرة أممية إلى سلطنة عمان ومنها انتقل إلى سوريا ليتم الإعلان عن تعينه سفيرا هناك وصبري هو قيادي في اتحاد القوى الشعبية أحد الأحزاب الموالية للجماعة الحوثي في صنعاء اشتركوا في القناة